السلام عليكم بخصوص استمرار اعتقال احمد لليوم الرابع والعشرين احمد بالامس كانت محكمة تمديد اعتقاله احمد تم تمديد اعتقاله لمدة 15 يوم احمد ظهر في حالة لا يرثى لها ايضا احمد تم استمرار تعذيبه من المحكمة السابقة اللي كانت في 13 حزيران واحمد نتيجة حديثه عن تعرضه للتعذيب في المحكمة السابقة خضع لتعذيب ايضا اضافة غير التعذيب اللي يتعرض له منذ البداية احمد عندما سألوا القاضي فقط خلال الجلسة المحكمة هل تم تعذيبك بعد جلسة المحكمة اللي فاتت احمد بكلام قليل اجاب انه نعم تم تعذيبي ولم يشرح اي تفاصيل لانه اومأ برأسه انه تم تعذيبه بسبب حديثه عن التعذيب احمد يتم اخضاعه للتحقيق النيابة من خلال نهاية الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي حتى اليوم تم اخضاعه لتحقيق النيابة بعد ان يتم تعذيبه يتم تعذيبه من قبل الاجهزة الامنية في سجن مسلخ اريحة بأكد انه هاد سجن مسلخ اريحة بتم تعذيبه وثم يتم احضاره لتحقيق النيابة لادلاء بالاقوال اللي اومأوها عليه واللي اجبروها عليه فمن هنا نحن كعائلة المعتقل السياسي احمد نوحي هريش المعتقل منذ 24 يوم من قبل قوات الامن الفلسطيني جهاز المخابرات الفلسطينية نحمل كافة المسئولية للسلطة الفلسطينية واجهزتها عن حياة احمد وعن اي عواقب يتتم عقب هاي التحقيقات اللي بتتم تداولها معه ولدينا تخوف كبير من ان يتم اجبار احمد على اخضاعه لاعترافات خاصة ايضا ممكن ان تكون اعترافات بتهم جنائية واركز ربما انت يعني يتم اخضاعه لتهم جنائية فمن هنا اناشد كافة المؤسسات الحقوقية وكل انسان حر وشريف على المسارعة بالتدخل لانقاب حياة احمد احمد نزار بنات اتنين يعني عم بتواجدنا في هاي البلد يعني تم قبل اسبوعين تم الافراج عن قتلة نزار بنات واطلاق صراحهم احمد الشاب الشريف الحر الحافظ والقارئ لكتاب الله والقائم في منتصف الليل يقوم ويصلي ويقيم الليل يتعرض للشبح والتعذيب في سجن مسلخ اريحة احمد وست معتقالين سياسيين حياتهم برقبتكم كل ما سارعته واتدخلته يتم انقاض حياة احمد وشكرا لكم